السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع من هم المكربون وعباد الله المخلصين؟ جنات النعيم هي أعلى جنات الفردوس وتسمى الفردوس الأعلى أما الفردوس الأسفل هي جنة عدن وهي تحت جنات النعيم الفئات التي تدخل جنات النعيم هم المكربون وعباد الله المخلصين المكربون هم السابكون السابكون المكربون هم الذين سبكوا هذه الأمة إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله سبكوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرين والأنصار المهاجرين هم الذين هاجروا وتركوا قومهم وعشيرتهم ومنازلهم وأوطانهم أموالهم بمكة وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة من أجل إعلاء كلمة الله أما الأنصار هم الذين نصروا الرسول عليه السلام على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله قال تعالى والسابكون الأولون من المهاجرين والأنصار المكربون أحبهم الله ورضي عنهم ويدخلون الجنة بغير حساب المكربون هم أول الناس رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا للجهاد في سبيل الله كانوا يؤدوا الفرائض والنوافل تاركين المحرمات والمكرهات ويتوكلون على الله ويكثرون الذكر والدعاء كانوا يسارعون ويسبقون غيرهم في عمل الخيرات المكربون هم السابكون في الآخرة لدخول جنات النعيم والتي هي أعلى عليين في الجنات فيكونوا أكثر كربا من الله عز وجل جنات النعيم إنها إلى الأنبياء وعيسى ويوسف وعباد الله المخلصين والشهداء والصديكون والصالحين سيدنا إبراهيم طلب من الله جنة النعيم قالت على واجعلني من ورثة جنة النعيم وقالت على والسابكون السابكون أولئك المكربون في جنات النعيم وقال الله عنهم قالت على ثلة من الأولين وثلة من الآخرين المكربون مقامهم أعلى من أصحاب اليمين ومن عباد الله المخلصين عباد الله المخلصين عباد الله المخلصين هم الذين عرفوا وتابوا إلى الله صادقين في أعمالهم وأكوالهم ومخلصين لله تعالى صادقين يقيمون الصلاة ويخشعون في صلاتهم ويذكرون الله دائما وامتثلوا لأوامر الله واتبعوا أخلاق النبي عليه السلام يخشون الله بالغيب ويبتعدون عن المعاصي لا يشهدوا الزور صابرين متواضعين ويعفون عن الناس ويصاحبوا الصالحين الطيبين عباد الله المخلصين لهم جنات النعيم ولكن أقل مرتبة من مرتبة المكربون قال تعالى قال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم عباد الله المخلصين لا سلطان للشيطان عليهم قال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اشتركوا في القناة